حرص المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على إحداث نقلة نوعية لامست مجالات العمل المتنوعة بأسلوب عصري حمل معه العديد من المزايا والعوائد الإيجابية التي كان ولا زال المواطن هو المستفيد الأول منها قيمة القول دائما ما تتبعها لغة الأفعال الهادفة التي يسهل رؤيتها دون معضبابية تستوطن أجواء التضلع والإجادة والحنكة في تبني أي قرار سياسي أو صنع قالب زين بإتقان ليلقى بعظم تلك المشاريع الإصلاحية التي فصل إطارها من قبل قائد برع حسه القيادي في قراءة مقتضيات كل مرحلة على حدة وقيمة الأفعال وجدواها لا يمكن لها أن تفلح في إصابة الهدف المنشود إلا إذا أبدع الرامي في توجيه سهامه نحو تبديد مختلف المعيقات التي قد تعترض طريق قيام الدولة الحديثة مدينة فاضلة فيها من مقومات العيش النموذجي الكثير بشكل استطاع أن يلفت انتباه المتفحص لأركانها مدينة أعطت لكل مجال حياتي حقه وبالشكل الذي يتلاءم مع احتياجات الزمن السريع من خلال نجاح هذا المشروع الإصلاحي على كافة الأصعدة سواء كانت الأصعدة السياسية الاجتماعية الاقتصادية التعليمية الشبابية على كافة الأصعدة فهذا طبعا إنجاز عظيم هذه من الإنجازات العظيمة التي تحققت وليس أدل على ذلك إلا وجود المجلسين مجلس الشورى ومجلس النواب يعني الرأي والرأي الآخر موجود وحرية الرأي موجودة ومكفولة في حدود القانون وإذا ما أردنا توجيه الإشارة لحلة التشريعات والقوانين التي أبدع المشروع في صياغتها نجد أن تقوية التشريعات الكثيرة التي تصب في صميم أهمية حقوق المرأة حقوق الطفل التشريعات التي تصب في تقوية الأمن والأمان للبلد تصب في صميم مصلحة المواطن وأيضا من أهم الإنجازات طبعا إنشاء المحكمة الدستورية فهي كان إنجاز كبير جدا وطبعا على مجال الاقتصادي شفنا كثير من الشركات الدولية التي تأتي إلى مملكة البحرين لباقة التطوير لمشروع الإصلاح العصري دابت على مدارات أهم القطاعات وأكثرها حيوية من ناحية الخدمات الصحية تم إنشاء الكثير من المستشفيات بالإضافة تزويد المستشفيات بالأجهزة والخبرات المتعددة ولا زال هناك تركيز على تطوير المنظومة الصحية سواء من ناحية التشريعية أو البشرية أو الخبرات المتعددة من ناحية التعليم يعني جلالة الملك يدرك بأن التعليم هي اللبنة الأساسية في بناء المواطن البحريني والمجتمع البحريني مشروع إصلاحي أوقد بإقراره وبمجيئه شعلة التميز التي طالت مختلف مجالات العصر المتنوعة بإطار حديث لتلفزيون البحرين محمد رشدات